والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء أمورا وتسير الجبال سيرا فغيل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء أن عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا همين أم بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شايد كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاعون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزاء إن ربك أم هم المزيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء إثا قطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شاي أو ولا هم ينفرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بيعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذبار النجوم ترجمة نانسي قنقر